موسيقى طب تلقتكم و اهلا بكم الى ابرز انباء الساعة من لوفون تيفي قال العون الاردني الملك عبدالله الثاني الرئيس السورية بشار الاسس سيستمر في السلطة لمدة خمسة اشهر اخرى على الاقل اضاف الملك عبدالله في كلمته امام المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتج عيد ايفيزا سويسرية ان من يقول ان النظام الرئيس السوري سيصمد لاسابيع فقط لا يعرف حقا الواقع على الارض كما حضر عدد الخبراء الدبلوماسيين والاقليميين من ان النزاع في سوريا يمكن ان يطول داعين المجتمع الدولي للمزيد من التحرك لوقف سفك الدماء حضر مستشار مرشد الثورة الايرانية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي من ان استهداف سوريا هو بمثابة استهداف لبلاده ونقلت وكلة مهري للانباء عن ولايتي قولة ان استهداف سوريا هو بمثابة استهداف لايران وحلفائها في المنطقة اضاف ان استهداف سوريا يجري وفق مخطط غربي في المنطقة لضرب محور المقاومة وانه اذا ما تم احباط المخطط الغربي وتم الحفاظ على استقلال سوريا ستتغير موازين القوى لصالح المقاومة في المنطقة بشكل جدري من جهة ثانية نفى ولايتي اجراء اية مباحثات مباشرة بين ايران وامريكا في سلطنة عمان خلال زيارته الى مسقط في هذه الاثناء تدور اشتباكات داخل اسوار سجن ادلب المركزي في شمال غرب سوريا وعلى اطرافه غدت اقتحامه من قبل مسلحين تمكنوا من مساعدة اكثر من مئة سجين على الفرار بحسب ما افاد ناشطه وقال المصدر ان الاشتباكات تدور في محيط سجن ادلب المركزي وداخل اسواره من جهتها اوردت وكلة الانباء الرسمية السورية سنان وحدة ان القوات المسلحة تواصل بالتعاون مع قوى الامن الداخلية ملاحقة فلول المجموعات الارهابية المسلحة التي حاولت الاعتداء على موقع السجن المركزي على طريق ادلب سنقين ونقلت عن مصدر قولة ان الجنود النظاميين وجهوا ضربات قاصمة للمسلحين والشان المصري اذا قتل شرطي ثاني في اشتباكات مع هالي المدانين في مجزرة بورسعيد بعد دقائق من ازدار محكمة الجنايات حكما باعدام 21 من المتهمين 73 في هذه القضية بحسب مصدر امنية وقضت محكمة جنايات مصرية باعدام 21 من المتهمين في مساة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شخصا في شباط فبراير عام 2012 معظمهم من مشجعين نادي الاهلي اثر مباراة كرات قدم دع رئيس المصري محمد مرسي المصريين لنبذ العنف بعد مواجهات بين متظاهرين منهضين له وقوات الامن اسفرت في اخر حصيلة رسمية عن سبعة قتلى واكثر من 450 جريحة ودع الرئيس المصري في رسالة جميع المواطنين للتمسك بالمبادئ النبيلة للثورة المصرية في التعبير عن الرأي بحرية وسلمية ونبذ العنف قولا وفعلا هذا وسقط سبعة قتلى واصيب اكثر من 456 شخصا في مواجهات دارت الجمعة في الذكرة الثانية للثورة في مناطق مصرية عديدة بين قوات الامن ومتظاهرين مناهضين للرئيس محمد مرسي هددت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم تستجب السلطة الى مطالبها وقالت الجبهة في بيان انها قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار الحل الوطني الشامل الذي تقترحه ويتضمن تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور تشكيل حكومة انقاذ وطني وازالة العدوان على السلطة القضائية اقالة النائب العام الحالي واخضاع جماعة الاخوان للقانون قتل جنديان عراقيان وخطف ثلاثة اخرون في ثلاث هجمات متفرقة استهدفت عناصر الجيش في اطراف مدينة الفلوجة التي شهدت مقتل السبعة متظاهرين في اشتباك مع الجيش الجمعة حسب ما افاد ضابط في الشرطة وقالت شرطة الفلوجة ان مسلحين مجهولين قتلوا جنديين وخطف ثلاثة اخرين في ثلاث هجمات متفرقة في الفلوجة وكانت السلطات قررت سحب قوات الجيش واستبدالها بقوة من الشرطة الاتحادية اثر الاشتباكات التي اوقعت سبعة من المتظاهرين الجمعة وشيع سكان مدينة الفلوجة جثامين سبعة متظاهرين قضوا في الاشتباكات مع القوة العراقية طلب رئيس جنوب السودان سلبغير من مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي العمل على تطبيق الاتفاقات الموقعة مع الخرطوم متهما الاخيرة بعرقلة هذه العملية وذلك اثر لقائه مجددا نظيره السوداني في اديس ابابا وحمل رئيس جنوب السودان الخرطوم مسئولية العرقلة داعيا اعضاءه الى ضمان احترام القرارات المتخذة وذلك بحسب نص خطابه الذي وزع على الصحفيين في المقابل لم يعلن الموقف الذي اتخذه البشير امام مجلس السلم والامن اخيرا اكد رئيس الوزراء الفرنسي جان ماركي روت ان لا خطر في غرق فرنسا في المستقع المالية مشددا على ان الاهداف التي حددتها فاريس في هذا البلد تم تحقيقها واحترامها واستعاد الجنود الفرنسيون والماليون مدينة على طريق جاوم معقل الجماعات المسلحة في شمال شرق مالي الى ان هؤلاء ردوا من خلال تفجير جسر استراتيجي قرب الحدود النيجيرية شكرا لحسن المتابعة وعلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة